نكمل الجزء الثاني من المعاملات الحرارية للفولاذ ونبدأ باستعراض الشرائح المعاملات الحرارية للفولاذ المعاملة الحرارية الساسة اللي هو التصريد من اسم المعاملة يعني زيادة الصرادة للسيل من خلال معاملة الحرارية إذن إذا كان عدنا قطعة من الفولاذ يتم تبريدها بشكل سريع من فوق الأبراكريتكال تمبرشار من حرارة تقع فوق درجة الحرارة الحارجة العليا نلاحظ أنه صرادة هذه القطعة راح تزداد بشكل ملحوظ وتختلف فيما لو جعلنا القطعة تبرد ببطع وأنه الهاردنس مرة راح تكون قليلة بخلاف لو بردناها بسرعة عالية نشوف أنه راح نحصل على زيادة ملحوظة في الهاردنس هذا ملخص ما تضمن عملية الهاردنس أنه انسخم فوق الأبراكريتكال تمبرشار وانبر التبريد سريع فانحصل على صلاة عالية يتم اختيار وسط التبريد حسب معدل تبريد المرغوب لتبريد الفلاث The following list of media is arranged in order of a crunching speed هذه الأوساط التبريد مرتبة بشكل حسب سرعة التبريد أول وسط اللي هو 5% COSTING SODA اللي هو السودة الكاوية بتركيز 5% اللي هو HYDROLEIC SODIUM NAOH الوسط الثاني وسط التبريد الثاني اللي هو المحلول الملحي BRINE واللي تركيزه يتراوح بين 5% إلى 20% الوسط الثالث اللي هو COLD WATER اللي هو الماء البارد ممكننا نعتمده كوسط التبريد الوسط الرابع اللي هو الWORMOTOR اللي هو الماء الدافئ الوسط الخامس اللي هو المنيرال OIL اللي هو الزيت المعدني أو الزيوت المعدنية الوسط الآخر الثالث اللي هو الانيمال OIL اللي هو الزيوت الحيوانية ممكن أيضاً تستخدم كوسط التبريد وآخر وسط اللي هو الزيوت النباتية نشوف أنه معدل التبريد يكون في النوع الأول أعلى ما يمكن وفي الزيوت يكون أبطأ ما يمكن فيما يخص أوسط التبريد بالهاردنينج التصليل هذا مخطط مثلنا الرينج اللي يتمبيه التسخين واللي مر علينا في حالة الفول أنييلينج يشبه الرينج ما للفول أنييلينج أو الأنييلينج أو كاستنج من خلال هذا العنوان فول أنييلينج ومن ثم يتم التسخين في هذا الرينج بالنسبة للهيبو يوتكتويد ستيل اللي هو الـ 1.8% كاربون التسخين يكون فوق الأبر كريتكال تبريشور اللي هو الـ A3 أو الـ AC3 أما في حالة الهيبو يوتكتويد ستيل نشوف أنه التسخين راح يكون فوق اللوار كريتكال تبريشور هذا الرسم يمثل لنا الرينج اللي يتمبيه التسخين في حالة الهاردنج والفول أنييلينج المارتن سايت ممكن أن نعرفه بشكل التالي كان بي كونسدر دفيشنليس التراسفورميشن يعني هو عملية تحول بعدم الانتشار للكاربون خلال عملية التبريد السريع في التسليل لا يوجد تغير التركيب بعد التراسفورميشن وسوف لم يكون هناك تغير في التركيب خلال عملية التحول هذه نلاحظ أنه الرسم الأول اللي هو يمثل لي الفئة سنتر كيبو كلاتس راح يكون عند التسخين وتحول للسيل إلى منطقة الستونايت اللي هي فوق الأبرت كريتيكال تنبريشار راح يكون الكاربون ذائف في الفئة سنتر كيبو كلاتس والسيل في حالة الفئة سنتر كيبو كلاتس ممكن يتحمل ذوابان كاربون الحد 2% أما في حالة الألفة أو الفرايت نشوف أنه قابلية الذوابان الكاربون في الستيل ادخل إلى 0.02% أو 0.025% إذن قابلية ذوابان الكاربون في الأستونايت تكون أعلى بكثير من قابلية ذوابان الكاربون في الفرايت في عملية التبريد البطيء الشي يصير عندنا الكاربون يكون عنده الوقت الكافي حتى يخرج من الأستونايت ويكون للسيمنتايت أما في حالة التبريد السريع ذرة الكاربون هذه ما عندها الوقت الكافي حتى تخرج من المبرد مثلا بالكوستيك سوداء أو بالماء البارد إلى آخره فتبقى بحيث تم التحول من الأستونايت إلى البودي سنتر كوبك لا تسلوه الفرايت وتبقى الذرة ذرة الكاربون بداخله بينما هو ما عنده القابلية حتى يذوب هذه ذرة الكاربون أن أقصى قابلية لذوبان الكاربون في الفرايت هي 1.025 أما بابل الأستونايت 1.2% فبقاء هذه الذرة داخل الفرايت شوه للي الفرايت صارت بها الشكل صار بها استطالة في هذا الظلاء فهذا الستركشور أطلقوا عنها التسمية الجديدة اللي هي سموه المارتن سايت إذن المارتن سايت هو عبارة عن يونت سيل بودي سنتر كوبيكلاتس مشوهة طلقوا عليه المارتن سايت وما طلقوا عليهم بودي سنتر كوبيكلاتس يعني هنا بي سي سي بودي سنتر كوبيكلاتس أما هنا بي سي تي اللي هو البي سنتر تدراجونال ستركشور ليش؟ لأنه أحد أطلع اليونت سيل صار بإستطالة وتشوه فهذا هو ما يسموه المارتن سايد والمارتن سايد هو يتصف بأعلى صلادة ضمان الستيل فأنا عندما أريد أحصل على السيل بأعلى صلادة لازم أحاول أحاول كل السيل إلى المارتن سايد اللي يتمثل بهذا الستركتر وهذا طبعا عندي نطيني المسافة البينية بين الظرات في حالة 0.104 نانو ميتر أما في حالة نزلت إلى تقريب النصف اللي هو بين الظرات الحديد رح يكون المسافة البينية 0.072 نانو ميتر أما المسافة البينية في حالة ذرات الحديد هي 0.104 نانو ميتر ولهذا قابلية الذوبان الكربون بالأستونايت اللي يتصف في الفئة سنتر كوبي كلاتس تكون عالي لحد 2% أما في حالة الألفة فالرايت ستكون هاي المسافة أقل فقابلية دخول ذرات الكربون بين ذرات الحديد تكون ضعيفة ولهذا قابلية الذوبان تتحدد 0.025% بالنسبة لذوبان الكربون بالفرايت فحتى نتحاير على هاي العملية نشوف انه انبرد الأستونايت بتبريد سريع كل شوية حيث تبقى هاي ذرات الكربون بس رح تشوه لي الستراكتشار فينتج الستراكتشار الجديد ينطلق عليه البودي سنتر التراغونال واللي يسمينا المارتن سايد واللي يتصفي أعلى صلادة ضمن أي ستراكتشار آخر في الفلات الهيت تريتمن طبعا هذا الرسيم يضمن لكل أنواع الهيت تريتمن نشوف انه هذا يمثل الستراكتشار أو ما يسمى أحيانا بالبروسس هذا هذا الستراكتشار النيل وعندي هذا الخط الأخضر يمثل لي الفل أنيل والهاردلين هذا الخط يمثل لي النورمالايزين إذن هاي كل أنواع الثلاثة الأولى من المعاملة الحرارية اللي هي الانيلين والنورمالايزين والهاردلين نيجي على النوع الرابع من الأنواع المعاملة الحرارية اللي هو التيمبرين المراجعة هذه طبعا دائما تكون مرافقة لعمليات الهاردنج بعد الهاردنج دائما نجري عملية التمبرينج حتى نحسن من خواص الفولاذ اللي ننتج عندي بالصرارة لأنه بالتصليد ننتج لي إجهادات متخلفة في الفولاذ نحاول ننزيلها من خلال عملية التمبرينج فإذا تعريف التمبرينج إذن تتضمن عملية المراجعة هو أنه انسخن الفولاذ اللي تم تصليده إلى درجة حرارة أقل من درجة الحرارة الحرجة الصغرى اللي هي 723 ثم يتم تبريده بمعدل تبريد مناسب واللي غالبا ما يكون بالهواء الساكن The purpose of tempering is إذن الغاية من عملية التمبرينج المراجعة هو To relieve residual stresses لإزالة الإجهادات المتخلفة من عملية التبريد السريع الغاية الثانية من غايات التمبرينج المراجعة To improve the activity and toughness of the sea حتى نحسن المطرية والمتانة للفولاذ والغاية الثالثة To increase the grain size of the matrix لزيادة الحجم الحبيبي إلى حجم مناسب ضمن الستركتر The increase in ductility is usually attained As the sacrifice of the hardness or strength تحسين الدكتريتي اللي مر علينا بالنقطة الثانية راح يتم التضحية بجزء من الصلادة والسترينج لأنه احنا كلما نحصل الدكتريتي معناها راح نخسر مقابلها hardness فيتم عندنا تحسين الدكتريتي بس مقابلها راح نخسر جزء قليل من الهاردنس اللي حصلنا خلال عملية الهاردنينج إذن هذه الغايات الثلاثة الرئيسية من عملية التمبرينج لأنه نزيل إجهادات المتخلفة لأنه عملية التبريد السريع حيث تسبب إجهادات متخلفة في الستيل ونحصل الدكتريتي والتفنس اللي هو المطينية والمتانة والنقطة الثالثة اللي هو زيادة الحجم الحبيبي في structure في البنية المجهرية هذه طبعا المراحل الرئيسية في التمبرينج المراجعة هذا الرسم يمثل لي المرحلتين اللي هو الهاردنينج والتمبرينج اللي هم مرحلتين متلازمتين يعني كل ما نجري هاردنينج لازم نجري تمبرينج فنشوف في الهاردنينج راح نسخن من الهاردنينج إلى حرارة هي أعلى من الأبهار أو كريتكال تمبرينج حتى يتحول كل الفولات إلى الأستونايت ونسموها بالاستونايتايزنج خلال هذه المرحلة طبعا عندنا هولدنج أول مرحلة قلنا التسخين الهيتنج إلى أن يصبح الحرارة المطلوبة بعدين الهولدنج خلال الستونايتايزنج وبعدها نجري انبرد تبريد سريع بهاي المرحلة اللي يسموها الكونشينج بعد ما بهاي النقطة نكملنا الهاردنينج نرجع ندخل في مرحلة التمبرينج نرجع نسخن من هاي الحرارة إلى حرارة أقل من درجة الحرارة الحرجة الصغرى ونلاحظ أنه هنا نشوف بحدود أربعمية أربعمية وشي قليل درجة الحرارة وصلناها اللي هي تحت اللوار الكريتيكال تمبرشار اللي هي سبعمائة وثلاثة وعشر هذه أربعمية أو أربعمية وعشرة درجة مئوية وهذه مرحلة الهولدنج خلال التمبرينج بعدها نبدأ انبرد تبريد متوسط لا بطئ جدا ولا سريع واللي قلنا غالبا ما يتم بالسيل اير اللي هو الهواء الساكن فنشوف في نهاية هاي العملية احنا أكملنا مرحلة الهاردنينج اللي هي ضمن هذا المجال لحد هاي النقطة وأكملنا التمبرينج ضمن هذا المجال فحصلنا على فلاذ صلد وبمواصفات ميكانيكية مقبولة من ناحية إزالة الإجهادات وتحسين الدكتوليتي والتفنس وزيادة الحجم الحوويبي إذن هذا الرسم يمثل لي المرحلة اللي هو التسليد والمراجعة ومثل ما نعرف هذا المحور العمودي يمثل لي التمبرشار والمحور الوفقي يمثل لي التايم هذا ما ضمنت محاضرتنا حول المعاملات الحرارية واللي ضمنت الأنواع الأربعة من المعاملات الحرارية اللي هو النيلينج التلدين أو التخمير والنورماليزينج اللي هو التطبيع والهاردنينج اللي هو التسليد والتمبرينج اللي هو المراجعة